اهلا بكم موجة اعتقالات وخامني والحرس الثوري يهددان الشعب والارجاني يهدد المشاركين في الاحتجاجات بمواجهة الاعدام او السجن عشرين عاما بزر اسفهان ينضم للاضراب واشنطن تدين اسليب القمع غير المبررة طالبت الامانة العامة في بيان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل مشيرة الى ان المجتمعين تطرقوا الى ان النظام غير قادر على تحقيق اي تقدم على الارض لو لا دعم الطيران الروسي الذي اعتمد سياسة الارض المحروقة من جهة اخرى ورغم تشديد الحكومة الروسية على ضرورة انسحاب جميع الفصائل غير السورية من جنوب غرب سوريا اعلنت احدى الميليشيات التابعة لايران في سوريا قتالها الى جانب قوات النظام السوري في المعركة التي شنها اخيرا على اطراف مدينة درعة التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللاطيف داريان في دار الفتوى امس القائم بالاعمال في سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفاوض وليد بخاري مهنئا بعيد الفطر وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة نشر رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس السعيد في تغريدة عبر تويتر صورة لمدينة طائف السعودية وعلق عليها بالقول الطائف جميلة والحفاظ على الاتفاق الذي يحمل اسمها امانة مشيرا الى ان الخروج عنه خطوة في المجهول وتهديد الحريري بعد تطويقه بالشروط يثير المخاوف وبيان عون محط تساؤل سويسرا تتأهل الى الدور السادس عشر بعد تعدلها مع كوستاريكا بنتيجة 2-2 وتحتل المركز الثاني ضمن المجموعة الخامسة البرازيل تتأهل الى الدور السادس عشر وتتصدر المجموعة الخامسة بعد فوزها على صربيا بنتيجة 2-0 السويد تحتل المركز الاول في المجموعة السادسة بعد فوزها على المكسيك التي حلت ثانية بنتيجة 3-0 والمنتخبان يتأهلان الى الدور السادس عشر المانيا تودع موديا روسيا بعد خسارتها امام كوريا الجنوبية 2-0 في اطار الدور الاول للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة ترجمة نانسي قنقر